بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الآب انفينتور وفي الدرس السابق حكينا عن أداة لبلوتوث كلينت في هذا الدرس رح نحكي عن أداة لبلوتوث سيرفر وإنت ما رح تقدر إنك تكمل معانا في هذا الدرس بدون ما تكون شاهدة الدرس السابق لأنه في كثير أمور مشتركة بين الأداتين فبالتالي أي إشي مشترك بينهن مش رح نرد نعيد شرحه كمان مرة الآن فكرة البلوتوث سيرفر هي عبارة عن أداة بتنضاف على جهاز هذا الجهاز ممكن يحمل صفة إنه يكون جهاز سيرفر طب ش يعني هذا الجهاز سيرفر طبعا يعني فكرة السيرفر سيرفر معناها خادم سيرفر يعني المعنى المجرد إلها هو عبارة عن أي جهاز المعنى المجرد فيه جهاز اسمه سيرفر وفيه ويب سيرفر فيه كثير أجهزة أنواع السيرفرات أنا بحكي عن فكرة أو كلمة سيرفر سيرفر في عالم التقنية بيعني أي جهاز بقدم خدمي يعني ممكن إنك تعتبر الراوتر اللي موجود عندك في الدار ممكن تعتبره سيرفر طب ليش ممكن تعتبره سيرفر أو ممكن تعتبره خادم ولو إنه ما بيحمل صفة السيرفر كجهاز السيرفر اللي بتروح تشتريه بتحكيله أنا بدي أشتري جهاز سيرفر أو جهاز ويب سيرفر أو أي جهاز أو FTP سيرفر أي جهاز اسمه سيرفر الان الراوتر بما انه بقدم خدمة لعدد من الاجهزة بيخدم مثلا خمس جوالات او خمس كمبيوترات عندك في الظهر وبيقدم لهم خدمة الانترنت فبالتالي ممكن نعتبره سيرفر ممكن بلحظة من لحظات اللين سويتش نعتبره سيرفر فيمنا فكرة السيرفر فبالتالي البلوتوث سيرفر لما نضيفها على برنامج وهذا البرنامج ينزل على جهاز جوال او تابلت او اي سمارتفون هذا الجهاز ممكن في لحظة من اللحظات نعتبره زي يعني زي سيرفر مش سيرفر زي سيرفر ليش لانه بيقدم خدمة معينة لعدد من الاجهزة طبعا سيرفر يعني عدد من الاجهزة بيتصلين معها تمام علشان هيك مش موجود عندنا مثل ما كنا نعمل في البلوتوث كلينت اللي هي فكرة البحث عن الاجهزة ثم الاتصال بالاجهزة لا هذا البلوتوث سيرفر فقط بيسمح للاجهزة انها بيعمل اكسبت او اكسبت بيسمح بيقبل انها لاجهزة تتصل فيه تمام علشان هذا الحكي راح نشوفه في الدوال كمان شوي موجود عندي هون مجموعة من الخصائص واحد اثنين ثلاثة اربع هذول الاربع خصائص نفس موجودات في البلوتوث كلينت فبالتالي مش راح ناقشها يعني انتو عارفين معناها اذا حضرتوا الدرس السابق خلينا نيجي على الاحداث والدوال والخصائص اللي موجودة هون طبعا هنا موجود عندي حدثين حدث بلوتوث ايرور طبعا يعني ما بدك تضيفها ما تضيفها بس نصيحة لكم سواء كنت تشتغل على الاب انفنتور او كنت تشتغل في اي لغة برمجة دايما في الاب انفنتور اي اداء موجود فيها حدث ايرور ضيفه لو بتضيف رسالة فارغة ما فيش مشكلة المهم ضيفه طب ليش تضيفه لانه احيانا اذا انت سويت البرنامج ثم بيعت البرنامج او اعطيته لمستخدمين معينين ممكن اذا صار ايرور معين في البرنامج البرنامج يسكر يصير يعطي رسائل يطفي التطبيق فبالتالي بفهم المستخدم انه برنامجك فيه عيب معين برنامجك فيه مشكلة معينة الان لما تضيف هذا الحدث بيغنيك عن كثير من المشاكل اللي ممكن تحصل في حال حصول اي خطأ كان فضيفه نفس الاشي في لغات البرمج الثاني في اشي اسمه الاكسبشنز والاكسبشنز حكيت لكم عنها قبل اللي هي انت كمبرمج بدك تتنبأ في مشكلة ممكن تحصل مثل مثلا مشكلة اذا بتسوي قليل حاسبة ممكن تحصل مشكلة انه لما يقسم على صفر فبالتالي فيش يسمه تقسيم على صفر ممكن البرنامج او التطبيق يعلك ممكن انه يطفي فعلشان هيك انت بدك تستدرك هاد الفكرة وبدك تسوي اكسبشن معين لهذا الفكرة انه في ملو قسم على صفر في ملو جذر الناقص واحد وكثير من الاخطاء اللي متعلمين لغات برمج يفاهمين هالفكرة مية في المية طيب الحدث الثاني كمان شوي بحكي عنه خلينا نيجي على الدوال هون بدي اجي على اهم الدوال الموجودة اهم دال او احد اهم الدوال اللي هي اكسبت كونكشن طبعا انا حكيت لكم انه البلوتوث كلاينت اللي حكينا عنه في الدرس السابق لازم انك تصنع اتصال او اول شي تبحث عن الاجهزة المتاحة والجهاز المتاح الاجهزة البلوتوث المتاح انا بنحكي عن بلوتوث اجهزة البلوتوث المتاحة او اللي تم الاكتران فيها وبعدين تصنع اتصال مع هذا الجهاز في البلوتوث سيرفر لا ما بيصنع اتصال السيرفر السيرفر بس بيسمح بالاجهزة او بيقبل الاجهزة انها تتصل معها تمام فبالتالي هنا موجود عندي دالة Accept Connection يعني اقبل الاتصالات اقبل انه الاجهزة تتصل فيه فقط بدون تحديد تمام الان هذه الدالة فيما لو بدك تحدد يعني عاملك هنا متاح فيما لو بدك تحدد الماك ادرس او اسم الجهاز يعني جهاز محدد اسم جهاز محدد بده يتصل فيه ممكن انك تحدده سواء من خلال تكست او من خلال تكست بوكس عارفين هاد الفكرة يعني هنا ممكن تيجي تكست وممكن تكست بوكس ممكن انك تحدد جهاز محدد يتصل فيك وممكن ما تحدد يعني تسمح لأي جهاز مجرد انك تفعل هذه الدالة خلص اي جهاز ممكن في ممكن يتصل فيك الرسالة اللي اجت قبل شوية اكيد انتو اذا متابعين معاي الدورة اكيد فهمين ايش معنا الرسالة اللي اجت معا عندي قبل شوية انو اذا كنت انت ضايف لبنات معينة ثم حذفت هذه اللبنات ايش ما كانت بيعطيك رسالة انو حذفتين جميعا طبعا بيعطيك رسالة انو الشاشة صارت عندك فارغة بتحب تتراجع عن الحذف ولا انت متأكد انك ده تخلي الشاشة فارغة علشان اللي مركزش معنا قبل يتذكر طيب نفس الاشي هذه الدالة نفس هذه الدالة اللي هي قبول الاتصال بس هنا يعطيني معيارين المعيار الاول اسم الجهاز اللي انا بدي اتصل فيه وهنا الUI ID او W ID ممكن نعتبرها U U يعني W ID طبعا الW ID حكيت لكم عنه اللي هو عبارة عن عنوان فريد موجود على قطعة البلوتوث في حالة انو بدي احدد قطعة معينة وهون مثلا اذا عندك في الدار خليني اذكرك اذا عندك في الدار مثلا انترنت ضعيف و بدك جهاز موكول و بدك جهاز مكوه ريبيتر جهاز مكوه ريبيتر لما بدك تعرف قطعة الريبيتر تخليها تستقبل من راوتر معين بطلب منك اسم الراوتر و بطلب منك اسم الراوتر و بطلب منك الماك ادرس لراوتر كنوع من الامان لانه ممكن موجود عندك 10 راوترات في محيطة فبالتالي ممكن من العشرة خمسة اللي هل نفس الاسم كنوع من التأكيد انه الراوتر الفلان اللي اسمه هيك اللي هل قد الماك ادرس او قيمته الفريدة وبدرود دعيد معلومة حكيتها في الدرس السابق القيم الفريدة دايما مهم جدا في الاقتران مهم جدا في في كثير من مناح الحياة مثلا في قواعد البيانات يعني عندك مثلا انت في المؤسسة عشرة اسمهم محمد خمسة منهم اسمهم محمد عمر من الخمسة اسمهم محمد عمر نفس تاريخ الميلاد فبالتالي طب انت لما بدك تضيف بيانات لواحد اسمه محمد عمر محدد بتضيف لكل شخص قيمة فريدة الو خاصة في زي الرقم الوطني خلص فبالتالي لما اضيف الرقم الوطني خلص انا قصد عن محمد عمر هذا محمد عمر الطويل اللي شعراته الوراء انا قصد عن فلان بالتحديد تمام دون محمد عمر الاخرين اللي متشابهين في كثير من الصفات ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة بتوقع انتوا فاهمين الفكرة اصلا طيب موجود عندي هذه الدلة هذه الدلة بتعني او بترجع لي عدد البيتات المتوفرة من اثناء عملية الادخال يعني المستقبلة ترسيف يعني كديش اجاني بايتات بحدد ليها هذه يعني اقطع للاتصال باقي هذه الدوال مستخدمها في تحديد عدد الدوال المستقبلي شرحت في الدرس السابق هذه الدوال ممكن مثلا هذه الدلة هذه الدلة مستخدمها لما انا بدي ابعت رسالة للاجهزة المقترنة معاي رسالة نصية للاجهزة المقترنة معاي برضو موجود عنا هنا دال اللي هي Receive Text Number of Byte هذه بتستخدم في اثناء استقبال الرسالة تعطيني كديش بايتات اجاني يعني انا قاعد بستكبر رسالة انا بحكي عن السيرفر بستكبر رسالة مني client معين رجع لي او عطيني كديش بايتات اجتني من هذا العميل او هذا اللي client موجود عندي هنا Stop Accepting اللي هي عكس Accept Connection طب شو الفرق بينه وبين قطع الاتصال قطع الاتصال يعني انهاء الاتصال تماما وهنا توقف الاستقبال يعني عمل توقف لعملية استقبال الرسائل من الاجهزة المقترنة بدي اشوف هون الخصائص اذا فيه اشي مهم مثلا هون Is Accepting يعني هاده و Is Connected هذولا الخاصيتين مستخدمهن اكيد في البوليانز او عمليات التأكد اذا كان متاح عملية الاستقبال اعمال للتالي اذا كان تم الاتصال نفذ لي الامر التالي يعني هذولا اكثر اشي مستخدمهن في عمليات التأكد طيب خليني اسوي انا اياكم هذا التطبيق بدي اسوي برنامجين او تطبيقين التطبيق الاول يكون تطبيق client والتطبيق الثاني يكون تطبيق server و بدي انا اتصل او اخلي هذول الجهازين يتصل مع بعض و نشوف ايش بيصير اول اشي بدي اسوي بدي احذف هذي الادا و بدي اسوي تطبيق client يعني تطبيق يكون نازل على هذا الجوال هذا جوال client يعني بيبعت او بيتصل مع السيرفر و بدي اسوي تطبيق ثاني server هذا السيرفر بيقبل انه اكثر من جهاز يتصل معه و بيستقبل منهن بيانات و لما يبعت رسالة بيبعت لجميع المتصلات معه في من الفكرة طيب طبعا انا هون اضفت اداة لبلوتوث client بدي اول اشي طبعا اكيد بدي اضيف هون زر اللي هو الليست بيكر ممكن اضيف مثلا لست view و بزبط تيجي هون اسماء البلوتوثات المتاحة وبعدين بتكترن مع اي بلوتوث بس ارتب لست بيكر في هذي الحال الليست بيكر في هذي الحالة بتكون ارتب خلني اجعل سكرين نخليها center وهون الليست بيكر مثلا بنغير الخاصية تكست الها ونخليها مثلا connect نخليها search مثل ما بدكم هاي connect الان بس بدي احكي ملاحظة انه لما انا حكيت لكم عن فكرة البلوتوث error طيب ممكن اني اضيف حدث في حال حدوث خطأ عام في التطبيق يعني خطأ عام سواء كان يعني تغنيني عن هذا الحدث في حال حدوث خطأ عام سواء كان في البلوتوث او في عملية الاتصال مع البلوتوث او اي خطأ ممكن روح اندي سكرين موجود عندنا هون هذا الحدث في حال حصول اي خطأ في التطبيق جميعه سكرين ونكو حكينا انها ترمز للتطبيق فبالتالي في حال حصول اي خطأ في التطبيق جميعه وانا بحبذ هذا الحدث على هذا الحدث لانه هذا الحدث في حال حدوث خطأ وحكيت لكم دائما اي شيئروا رضيفوا ان هذا الحدث انا بحكي لكم ضيفوه على اي تطبيق بتصمموه في حال حصول خطأ في التطبيق يرجع اي قيمة سواء كان المستخدم ما بشوفهاش المهم انه ما يسكر التطبيق ما يعلك التطبيق او مثلا يظهر لرسالة تظهر على الشاشة عن طريق مثلا متفاير انه صار حدث خطأ معين المهم التطبيق ما يعلكش تمام يا جماعة طيب خلينا نكمل بدي اضيف زر يعمل كونيكت وبيدي اضيف تيكست بوكس هاي الرسالة اللي حكيت لكم عنها بدي اضيف تيكست بوكس هذا التيكست بوكس المستخدم بيدخل من خلال هالنص اللي بدو يبعته للسيرفر وبدي اضيف البوتون هذا البوتون اللي هو ارسال الرسالة او سند ارسال النص اللي كتبوا المستخدم في هذا المكان وخلينا نضيف هون زر قطع الاتصال اللي هي ديسكونيكت ديس ديس قطع الاتصال وبرضو خلينا نضيف لابل اللي هو الحالي status وخلينا نضيف لابل ثاني اللي هو النص اللي أنا بستقبله من السيرفر مش السيرفر برضو مسموح له يبعتلي رسالة فبالتالي أنا بستقبل نص معين من السيرفر فخليني في هذا الليبل اخلي مثلا الحجم 18 فونت بولد اخلي الودفل واخلي الهاي مثلا 55 اخلي النص توسيط الهاي طبعا لازم اكتب اوكي 55 بيكسلز وخليني النص اخليه توسيط والباكي جراوند كيلر اخليها اورنج مثلا انا شو غلطان هون بخلي الودف 55 تمام هيك هنا النص اللي أنا بستقبله من من السيرفر فيما لو بدو يبعت رسالة لجميع الكليانتس طيب لعنده هون تمام طبعا باكي الامور التجميلية انتو بتضيفوها في حال اذا حصل اتصال يتلون ما يتلونيش يكتب لجملة معينة اللي بيتكم اياه خلني جعل البلوكس ومثل ما كنا نعمل في الدرس السابق يعني انا بتوقع عارفين كل اشي بدي اعمله لانه شرحناه في الدرس السابق وين لست بكر بفور بيكينج وممكن مثلا بدل بفور تبيكينج تيجي تحكيلو تتش داون مثلا نفس الفكرة نفس الفكرة يعني ما تتش داون تتش أب ما بيختلف ابدا بفور بيكينج او تتش داون تتش أب نفس الفكرة طيب بفور بيكينج يعني قبل ما اني اختار شو بدي اعمل طب قبل ما اني اختار بدي بالاول يظهر لي قبل ما اختار اسم البلوتوث بدي يظهر لي البلوتوثات المتاحة صح؟ يعني من وين دا اختار بدون ما يكون اظهر لي فباجب كله اظهر لي البلوتوثات المتاحة على الليست بكر فباجب كله listbicker.elements اظهر لي على الليست بكر البلوتوثات المتاحة خلصناها الآن after picking بعد ما اني اختار خيار معين اللي هو اسمي بلوتوث متاع باجب احكيلو اعمل لي اتصال اصنع الاتصال connect اصنع الاتصال مع البلوتوث اللي انا اخترتو من وين اخترتو اخترتو من داخل الليست بكر فبالتالي باجب اقول listbicker.selection.selection هاي selection وبعدين بدي اضيفه هون حكيت لكم هاي ما بتنضاف لوحدها فبالتالي ضيفها مثلا العرف هيكة مع F مع اي اشي بدك اضيفها ضيفها خليني اقولكم خليني نضيفها مع ال F وباجب اقول له اذا تم اختيار بلوتوث معين ثم تم الاتصال معا ذن ايش ما بدك ذن يعني سوي اللي بدك اياه هون لو اي اشي يعني هون مثلا بدنا عند ذن مش موجود عندنا هون ال status باجب اقول له مثلا عند ال status ايش اسمه هي ال status اسمها label1 باجب اقول له set label1.text هاي label1.text اكتب لي على ال label1 اللي هي الحالة مثلا connected ما فيش مشكلة خليني نضيف هذا النص connected ثلاث علامات تعجب عارش ليش دامن بضيفوهن لعندهونا تمام تمام لعندهونا طيب خلينا نبرمج زر disconnect اللي هو button2 خليني يجي one button2.click هاي button2.click وبعدين يعني سهل جدا بس بنضيف دالة قطع الاتصال اللي هي call-bluetooth-client.disconnect واذا بتحب برضو عند ال label الحالي هذا ال status مش قبل شوي كتبنا connected نفسها علشان ما تضلهاش معلقة كلمة connected بنيجي بنكتب disconnected بنضيف هون هاي disconnected علشان يغيرنا الحالة في حال قطع الاتصال طيب شو ضال علينا نبرمج ضال علينا نبرمج زر الإرسال لما أنا بدي اكتب نص هون وأبعته للسيرفر فالإرسال اللي هو button1 احنا ايش برمجنا قبل شوي؟ button2 طيب تمام بنيجي بنحكي when button1.click لما اضغط على button1 ايش بدي تسوي؟ بدي تبعت لي نص معين فبنيجي بنكله send text طيب النص اللي بدي تبعت لي اياه انا كاتبه اصلا هون في تكست بوكس 1 فبنيجي على التكست بوكس 1 وبنكله get جلب لي النص اللي مكتوب على التكست بوكس 1 وبعدين ابعت لي اياه لبلوتوث اللي مكترن معي او المتصل معي طبعا يا جماعة اللي عنده هون تمام الوضع يعني ما بلزم تضيف امور ثاني اذا بدك تضيف مثلا من باب التأكيد تيجي تقول له اذا كان اذا كان تم الاتصال يعني البلوتوث اللي كلينت وان متصل فبنيجي بنقول اذا كان is connected اذا كان متصل ابعت لي النص التالي على باستخدام البلوتوث هاي كنعمة التأكيد يعني لو ما ضيفناها ما فيش اياتها مشكلة بس هذي بنضيفها كنعمة التأكيد اذا كان متصل ابعت لي هذا النص وبرضو احكيلكم مش للتأكيد لا اعملوها ليش لانه اذا بعثت النص وما كان متصل ممكن يعطيك error وممكن يعني دايما حاول من جميع الجهات سكر المنافذ انه ممكن يصير معك error او خطأ معي لا اضيفوها هذي اذا كان متصل ابعت لي نص اذا ما ضيفتها ما فيش مشكلة بس احيانا اذا ما كانش متصل وما ضيفتها ممكن تصير مشكلة لعنده هون تمامي جماعة هاي البلوتوث client ان شاء الله انه جاهز خلينا نعمله save طبعا هو بعمل save شكل تلقائي بس يعني احتياطا نعمله save وخلينا نيجي نعمل start a new project وبدنا نصمم البلوتوث server هاي بنسميه blue tooth server او ما فيش مشكلة وفي البلوتوث سيرفر اول اشي بدنا نضيف مش حكينا في البلوتوث سيرفر البلوتوث سيرفر بيستقبل فبالتالي لازم يعمل اتاحة يعمل سماحية لا الاجهزة الاخرى انها تتصل معها فبالتالي خلينا نضيف البلوتوث سيرفر اللي هو اهم اشي اصلا هاي البلوتوث سيرفر وبعدين بدنا نضيف نص هذا النص accept اللي هو السماح هاني يجو هان بس بالاول نعملها center منتو حفظيني هون accept اللي هو السماح للاجهزة الاخرى بالاتصال به هذا اهم زر طبعا هذا الزر ما بيفتح لي شاشة تانى عشان يك يعمل له زر ما بيفتح شاشة تانى زي اللي ست بكر لا خلص بسمح للاجهزة انها تتصل فيه وفقط ونفس ما عملنا في الكلينت خلينا بما انه مسموح للسيرفر يودي رسالة لجميع العملاء اللي مرتبطين معه طبعا العملاء المرتبطين احنا محكي تكنيات فقط لازم يكون عندنا او خلينا نضيف هنا تكست بوكس علشان يبعت رسالة للاجهزة المتصلة او المكترنة معاه وخلينا نضيف هنا برضو نفس ما عملنا قبل شوي زر ارسال زر ارسال بيانات وخلينا نضيف هنا لابل الحالة status وخلينا نضيف برضو لابل 22 وخلينا نضيف لابل تاني هذا اللابل فيما لو احد العملاء بعت رسالة لجهاز السيرفر او احد الكلينت بعت رسالة لجهاز السيرفر تظهر هذه الرسالة في هذا المكان سواء كان طبعا ممكن اكثر من شخص يبعت رسالة في الها تنسيقات اذا بتتذكر هذه التنسيقات كنا نعملها لما استخدمنا الفايل بالاتصال بالجوجل شيت لما كان يجينا اكثر من سطر من البيانات اتذكروها وعملوها انتو اذا ما عرفتو بعملكم ايها في درس قادم ان شاء الله خلينا هذا المكان فيما لو الكلينت بعت رسالة تظهر في هذا المكان وخلينا نخلي لها لون معين مثلا يلو والهاي نعملها 55 بيكسل والوجد خلينا نعملها fill وهيكا تمام يعني ما بلزم اش ثاني انه نضيفه خلينا نضيف هذا اللابل كمان شوي بحكي لكم ليش هاد اللابل ضفتها نضيف هاد اللابل وخلينا مثلا نعملها باكي جراوند كيلر مثلا اورنج خلينا الان نروح على البرمجة واهم اشي وين بوتون وان دوت كليك ونيجي عند البلوتوث سيرفر لما اضغط على البوتون وان يسمح يكبل اتصال اي جهاز مع السيرفر طيب هون السيرفيس نيم السيرفيس نيم هون بشترط عليك انك تضيف اسم جهاز محدد خلص اذا اضفت هذي الكومنتز يعني هون كأنك بتقول له اي جهاز بتتصل انا ما بدي اضيف جهاز محدد تمام ما بدي اضيف جهاز محدد فبالتالي اي جهاز بتتصل معي اقبل ويسمح له انه يتصل مع جهاز السيرفر اه بعدين خلينا نيجي على حدث وين اه اه كونيكشن دوت اكسبتد طيب هذا الحدث ضروري لا مش ضروري يعني لو ما ضفناه عادي ما فيش اياته مشكلة مش مثل لما كنا نعمل في الفايل لما كنا نعمل في اداة الفايل وين موجود الفايل في اداة الفايل كنا نيجي نحكي انه اه بدنا نستقبل اه ريدي فرام فايل وبعدين فايل نيم وبعدين مباشرة اه لازم نضيف هذا الحدث هذا الحدث مرتبط مع اه مع هذا الدالي لا هون ما فيش ارتباط بين هذا الدالي وهذا الحدث طبعا هنا مرتبطات بس ليس ليس شرطا اضافة هذا الحدث يعني بيحكي لك انه اذا تم القبول عملية قبول الاتصالات اذا تم السماح للاجهزة انها تتصل بتحب تعمل اشي يعني هذا الموضوع ما تروك اليك اذا بتحب انك تعمل انا هون بدي اه في الحالة مثلا عندي status بدي مثلا status ايش اسمها status اسمها label one فباجب اقول له اذا صار قبول لاي اتصال بدي تكتب لي على label one اي جملة بالدكية يعني خلينا نستعمل هذا الحدث خلينا نكتب مثلا connect مثلا يعني وانت اعمل بالدكية يعني مثلا اذا تم اكتران او اتصال مع اي جهاز خليلي لون الشاشة احمر ضف اللي مثلا label غير للونه اعمل اللي بالدكية خلينا نان نبرمج نضيف هنا زر اللي هو disconnect مثل البرنامج السابق هاي نسمي ايه او نكتب على هذه الاداة disconnect ونبرمج هذا الزر ما بيختلف عن الاداة السابقة ايش اسم البوتون بوتون ثري خليني جي نحكي ون بوتون ثري دوت كليك وبعدين نيجي هون نعمله قطع الاتصال disconnect واذا بتحبوا على ال label 1 اللي هي الحالة تحكيلو disconnect برضو مثل ما عملنا قبل شوية هاي disconnect برضو بيصير فيش اياتا مشكلة طيب خلينا الان نبرمج زر ارسال البيانات ونبوتون تو دوت كليك هاي ونبوتون تو دوت كليك اللي هو زر ارسال البيانات ومنيجي عند هون او ارسال رسالة معينة بنيجي هون عند دالة ارسال نص ايش اي نص بدنا نرسله النص اللي كتبوا المستخدم في تكست بوكس 1 برضو ما بيختلف ابدا عن البرنامج السابق لحده هسا ما بيختلف ابدا عن البرنامج السابق يعني هاذا الدالة ما بتختلفش هاذا الدالة او هذول اللابينات ما بيختلفين عن البرنامج السابق send accept disconnect status الآن ضل علينا اشي مهم شو الاشي المهم انسيناه برضو في الدرس السابق انه انا كسيرفر اجتني رسالة اجتني رسالة مخزنة في الذاكرة أو موجودة في مكان ما بدي الرسالة تظهر في هذا المكان نفس الاشي في الدرس السابق بدي الرسالة اللي اجتني انا بعثت رسالة عادي منعرف كيف نبعت رسالة من الدرس السابق مجبناش اشي جديد الآن أنا بدي أفهم لو أجتني رسالة كيف بدي أستقبل الرسالة الآن بدي أستقبل رسالة في هذا المكان بنيجي من كله على اللابل تو استقبل لنص معين طيب تمام استقبل لنص معين طيب النص أنا كيف بدي أستقبله أي شوفه أي إشي بدي يصير في البرنامج لازم حدث ينفذه طيب هنا بدنا حدث ينفذ الرسالة طيب ممكن في نفس اللحظة تجين رسالتين كمان ثانية تجيني ثلاثة كمان رسالة كمان ثانية تجيني كمان رسالة فبالتالي أنا بدي أستعمل الحدث اللي بيظل عامل مزامني بشكل دائم حدث اللي حدث المزامني طيب شو حدث بيظل عامل لمزامني طول الوقت اللي هو موجود في الأداء clock اللي هي عند السنسورز وموجود عندي هون clock أو الأداء clock وموجود عندي وين كلوك دوت تايمر هذا الحدث بيظل عامل مزامني على طول الوقت وحكيت لكم في الدرس السابق يعني مثلا أنا والله بدي كل خمس ثانية اللي هي 200 ميلي سكند خمس ثانية بل لك كل خمس ثانية اعمل لي ريفرش وعمل لي مزامني ريفرش للحالة في ملو أجتني إش جديد نفذ ليها طيب كل خمس ثانية بديه يعمل عملية معين طيب شو بديه يعمل بديه يظهر لي على الليبل تو طيب إيش بديه يظهر لي على الليبل تو إذا فيه أي نص جاييني من أي كلينت علشان أستقبله طيب تمام أي نص جاييني من أي كلينت وين هاد الدوال الملكاها أكيد الملكاها من بين كل هذول الأدوات عند طبعا هاي الفايل أنا بس مشان التوضيح بدي أحضفها ولاش تتخربطه عند البلوتوث سيرفر طيب تمام عند البلوتوث سيرفر أنا بدي أستقبل طيب كيف بدي أستقبل بدي بدي هنا دالة تعمل لي عملية استقبل طيب عملية استقبل إيش ريسيف تكست تستقبل نص فبالتالي باجي بكله تعالي يا دالة استقبل نص معين تمام طيب موجود عنا هنا number of bytes بدنا نيجي نختار دالة إيش موجود عندك بايتات متاحة اعطيني إياها وين ما في بايتات متاحة بايت أفيلابل تو ريسيف بايتات متاح حاليا تم استقبال ها ضيف اللي هي الآن برضو في هنا أنا ضيفت آآ آآ ليبل اللي هي الليبل ثري هذي الليبل بدي أظهر عليها عدد كديش استقبلت الآن بايتات فباجي بكله على الليبل ثري تعالي على الليبل ثري دوت تيكس اظهر لي أنا كديش استقبلت بايتات فباجي بكله اظهر لي دابلي كيت أنا البيتات اللي أنا استقبلتها عددها كميتها البيتات المتاحة اظهر لي إياها على الليبل ثري الآن اللي عنده هون يعني ممكن نعتبر إنه تمام الوضع بس يعني في حال إنه يعني اللي عنده هون تمام بس في حال إنه لو حصل خطأ معين لو حصلت مشكلة معينة فبدنا نخلي البرنامج يتصرف حكيت لكم هاي العمليات اللي أنا بعملها هي يعني بما إنه هذا البرنامج مبسط لأبعد الحدود خلينا نقول إحنا مبتدئين لسه في البرمجة فبالتالي هي الاشي المناظر لالاشي الضخم والرائع جدا في الجافا وفي سي بلس بلس اللي هو الاكسبشنز كمان مرة عدتها وإذا انت بتعرف أي شي في البرمجة انت بتكون فهم شو معناها الاكسبشنز خلينا نضيف الاف يعني في حال يعني خليها واحد في الالف بدي وقع خطأ خلينا نستدرك وما يوقعش أو بدأ تصير ارور معينة خلينا مباشرة هاي الايرور نعملها الاطقاط مباشرة وما تصيرش فمنيجي من كله إذا كان في اتصال خلينا نيجي از كونكتد إذا كان موجود اي اتصال في البلوتوث برضو هون علشان نزيد عملية التأكد بنضيف كمان اف في حال اف داخل الاف الثانية اول شي اف حصلي إذا كان في اتصال بيجي بكل في اتصال بعدين اف حصلي إذا كان قاعد بيستكبل بيانات يعني هذي في اتصال بس مش قاعد بيستكبل بيانات فبالتالي إنه مش قاعد بيستكبل بيانات ممكن يصير خطأ معين إنه تجي تقول له اظهر لنا طب هو مش قاعد بيستكبل بيانات فبالتالي اول شي بتقول له اف حصلي إذا في اتصال بعدين بتقول له اف حصلي إنه قاعد بيستكبل بيانات طيب كيف بدي أقول له في حصلي أنه بيستقبل بيانات باجب أضيف هذه الدلة وباجب أقول له في حصلي إذا قاعد بيستقبل كمية عدد من البيانات هذه البيانات يكون عددها أكبر من صفر إذا كان بيستقبل بيانات أكثر من صفر يعني فعليا قاعد بيستقبل بيانات مهو صفر يعني لا يستقبل بيانات إذا كان بيستقبل بيانات هذه البيانات عددها أكثر من صفر سعيتها إظهر لي النص اللي قاعد بيستقبله أو البنات اللي قاعد بيستقبله على البلتوب حكم أني أنا حددت أنه أنا بدي أرسل وأستقبل النصوص لعنده هنا السيرفر بيكون جاهز نفس هذه العملية بدي أنفذها في البلوتوث أو نفس هذه البلوكات بدي أضيفها على البلوتوث فبالتالي بضيفها في هذا المكان وبروح على طبعا بديش أرد أكررها هذه الشنطة شو بتعمل بتعمل أنه بلوكات معينة بتحفظها علشان بدي أستخدمها أنا كمان مرة وباجي هون عند باجي عند البلوتوث وباجي هون بتكون مخزني هاي مخزني اللبنات اللي أنا ضيفتها كمان شوي اللهم إنه هون لازم يكون عند كلوك هاي باجي هون عند أنا انتقلت على التطبيق اللي سويت أول إشيه اللي هو تطبيق لكلينت هاي تطبيق لكلينت هاي لكلوك طب ليش بدي أضيفه لأنه برضو هذا التطبيق بدو يستقبل نص معين من السيرفر خلينا أضيف هون الليبل اللي بتظهر لي عدد البتات اللي أنا قاعد بستقبل فيها فيما لو أنا قاعد بستقبل وبعدين هون بنيجي من كله وين كلوك ون هون بلوتوث مش بلوتوث سيرفر هون بنخليها بلوتوث كلاينت is connected is connected هاي is connected وبعدين هذي برضو بندنا نخليها بلوتوث كلايانت être Byte Available To Receive Byte Available موجود فوق To Receive نفس الدالة بدنا نكررها في هذا المكان ونفس الدالة بدنا نكررها في هذا المكان بس اللهم Bluetooth Server بدنا نخليها Bluetooth Client .receive Text وهذا Label To هيك بيكون ان شاء الله طبعا هذولا ما بيلزم لنا لانه هذولا خاصات في Bluetooth Server زي ما انتم ملاحظين انا قاعد بشتغل على Bluetooth Client بدنا احذف هذولا اللابينات وهيك التطبيقين بيكون انجازات ان شاء الله انا الان بدي انزل التطبيقين بصيغة الابك اذا ناسيين من عند بيلد وبعدين Save To My Computer Save A-B-K To My Computer وبدى انزلهن على جوالين موجودة عندي وبدى اجرب ارسل بيانات بين الجوالين هاي اول تطبيق قاعد بنزل بصيغة الابك والتطبيق الثاني هسه بنزل وبرجعلكم بعد ما انزلهن او اثبتهن على جوالين طبعا انا نزلت التطبيقين على جهازين جوال هذا جهاز لكلينت وهذا جهاز السيرفر او برنامج الجهاز اللي نزلت عليه السيرفر بدي الان اجرب في جهاز لكلينت بدي اعمل اتصال طبعا لازم اجي على الجهاز اللي نزلت عليه برنامج السيرفر واعمل اكسبت للاتصال هاي عملت اكسبت تمام لما عملت اكسبت بدي اجي على جهاز الكليين وبيدي اجي اعمل كونكت هاي عملت كونكت بدي اعمل اتصال مع الجهاز الجهاز السيرفر مباشرة لحظوا معاي عن جهاز السيرفر شو اعطاني اعطاني كونكت منحظين كاتب لي كونكت الان بدي ابلش من جهاز Techniques أبعث نص معين من الكلينت هيا بدي أكتب نص معين هيا أي نص بدي أكتبه سامحوني على رداءة التصوير هيا مثلا كتبت نص معين بدي أعمل Send لاحظوا معاي كيف على جهاز السيرفر لاحظوا معاي الرسالة اللي أرسلتها من الكلينت مباشرة ظهرت في جهاز السيرفر طيب ولاحظوا معاي برضو تحت كتب لي كم بيت استقبل هيا عشر بيتات استقبل تمام الآن بدي أرسل رسالة معاكسة ولاحظوا معاي هون شو كاتب لي كاتب لي Connected هون في هذا المكان كاتب لي Connected بدي أرسل رسالة معاكسة من جهاز السيرفر لجهاز الكلينت هيا بدي أكبس هون وبدأ أكتب مثلا أي نص هلو هيا بدي أكتبه وبدأ أكتب Send لاحظوا معاي إنه في هذا الجهاز مباشرة أجت النص اللي بعثته اللي هو هلو وبعدين خمسة خمس بيتات إن شاء الله إنه نكون استفدنا من الشرح اللي شرحناه واستفدتوا من فكرة إيش معنى البلوتوث كلينت والبلوتوث سيرفر وإنكم تقدروا تستفيدوا من هذا التطبيق جربوا نزلوا التطبيق على صمم التطبيقين ونزلوهن على جوالين عندكم طبعا أنا ما ورجيتكم لما أكبس على Disconnect لما أكبس على Disconnect بقطع الاتصال وبكتب Disconnect بس أنا ليش عملت هذا الحركة لأنه اضطريت يكون عندي ثلاث أجهزة فبالتالي كان التصوير شوي ردي لأنه استخدمت ثلاث أجهزة وبدأ أوصل للجهاز الثالث فأعني سامحون إنتوا جربوها وردوا لي في التعليقات إيش صار معاكم وطوروا هذا التطبيق للتطبيقات الثانية الله أعطيكم العافية